مرحبا يا أصدقاء أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وأنتم تشاهدون هذا الفيديو أعلم أنني تأخرت كثيرا في تنزيله لكنني حاولت أقدر مستطاع أن أصوره في أقرب وقت لكن لم أنتهي من التخطيط للأسف كما قرأتم في العنوان بيديو لهم سيكون عن تخطيط سنة 2024 البولت جورنال بالنسبة لي هو شيء أساسي جدا في حياتي كل سنة أخطط للسنة الجديدة وهذه المرة وقع الاختيار على هذا الدفتر من صفحة دوت بوك الجزائرية يكون بولت جورنال 2024 ما أحببته في هذا الدفتر أولا اللون لون الغلاف لأنه يناسب ثيم المكتب ويناسب ثيم الغرفة التي سأقوم بها كلها وبالطبع أن أوراقه تكون منقطة الدفتر يحتوي 140 صفحة ووزنه مثالي لكي أحمله معي أين مكان وبالطبع أهم شيء هي النقطة التي لا تظهر كثيرا في الصفحة لكنها تساعد على التخطيط في نفس الوقت بما أن الدفتر جاهز الآن نستطيع أن نبدأ التخطيط أول صفحة في الجورنال كانت على الغلاف في الحقيق كتبت فيها معلوماتي الشخصية وحساباتي في حال ما ضع الحساب وأحد ما أراد أن يتواصل معي ليرجع لي وفي الصفحة الثانية كتبت دايسكوف ايتش لهو الاسم المشهور لحساباتي وبعض الزينة واستعملت أيضا أوراق الأشجار والوراق المعتق إلى آخره الصفحة الموالية كانت مراجعة لسنة 2023 في هذه الصفحة سأكتب الإنجازات والأشياء التي قمت بها هذه السنة بالنسبة لهذه الزينة فقط قمت بها في كل صفحات الجورنال حرفيا والآن سأشارك لكم ما هي الأدوات التي استخدمتها أول شيء كان هذا الوشي تايب الذي نأسبه ثيمه ثيم العام للجورنال استعملته حرفيا في كل الصفحات أما الشيء الثاني الذي كان أساسيا في كل الجورنال وهو الورق المعتق والورق البني بالنسبة للورق المعتق فقد شاركتكم طريقة صنعه في عدة فيديوهات في قناتي قمت عدة درجات اللون البني لكي يحدث هذا الاختلاف الجميل في الصفحات وبالطبع ننسى الاستكارات والصور التي طبعتها وصنعتها جميع الأدوات التي استخدمتها في هذا الفيديو فقد قمت بصنعها معكم في فيديو ماضي في قناتي سأضع لكم الرابط في أسفل صندوق الوصف هذه أنواع وأشكال من السكرات التي قمت بصنعها وأيضا أوراق معتقة طبعت أيضا هذه الصفحة من بينترست لكنها كانت بالأبيض الأسود وقمت بتلوينها عن طريق ألوان الماركة في درجات مختلفة لكي تناسب السيم استعملت أكوى ماركة عادية لكي ألوينها بطريقة بسيطة بإمكان جميع أن يقوم بها والآن لننتقل إلى الصفحة الثانية هذه الصفحة هي Memory Board أي لوحة الذكريات ولوحة الإنجزات في هذه الصفحة أقوم بوضع صور أسيقها ترمز على شيء ما مثلا هذه لأنني ذهبت إلى وهران وهذه لأنني اشتريت العديد من الكتب هنا لأنني جمعت أموال واشتريت خزانة هنا مثلا هذه الرموز ترمز لأنني رأيت حيوانات مفترسة عن قرب هنا لأنني ذهبت في رحلة بالقطار يعني الكثير من الذكريات أقوم برمز لها عن طريق صور أو رسومات الصفحة الموالية أخيراً 2024 طبعت هذه الكالندر وأسقتها في الصفحة وزينت الصفحة بالطبع وفي الصفحة الموالية كتبت 2024 وكتبت شعار السنة هذه هي شعاري لهذه السنة أتمنى أن أحقيقه الصفحة الموالية هي الفيتر لغ هذه الصفحة تحتوي على كل أشهر السنة وكالندر بسيط في كل شهر أقوم بتحديدي اليوم المميز وأكتب ماذا فيه مثلاً عيد ميلاد أو مناسبة ما بهذه الطريقة أستطيع أن أتذكر مواعيدي وقلت في تزيين الصفحتين من الجوانب عن طريق الجورنال أرت بثيم يناسب الجورنال بالطبع الصفحة الموالية هي صفحة الامتنان أدعي الصفحة ساعدتني كثيراً في السنة الماضية وعلمسني كيف أقتنع بما لديه وأن أحمد الله على كل نعمة سغيرة في حيات لهذا قررت أن أخصص لها صفحتين كاملتين هذه السنة وزينتهم بالطبع الصفحة التالية هي صفحة الأهداف لم أكتب أهدافي بعد لكنها صفحة بالطبع يجب أن تكون في كل جورنال زينتها عن طريقي هذه الرسومات وهذه العبارات التي طبعتها من بيانترست ننتقل إلى الصفحة الموالية تومي هذه الصفحة تحتوي على ظرف صغير إنها بولقة بإحكام لم أستطع أن أفتحها لكن في هذا الظرف أكتب رسالة لنفسي أفتحها في نهاية السنة وبهذه الطريقة يمكنني أن أحدد الأختلاف الذي حدث في حياتي الصفحة الثانية هي سيف ماني أو صفحة الإدخار السنة الماضية كان إدخاري مشوشا قليلا يعني لم أحدد كيف أدخل المال لكن هذه السنة عزمت على طريقة أستطيع أن أجمع فيها أكبر مبلغا ممكن زينت الصفحات بأوراق الأشدار هذه الصفحة التالية هي صفحة متتبع الإنستجرام واليوتيوب أضعت هذه المربعات لكي أكتب تطور الفولوورز والفيوز في الصفحتين ننتقل للصفحة الموالية وهي صفحة تريدين تالنت أو تحدي القراءة هذه السنة أي سنة 2013 كانت مخيبة بالفعل لأنني لم أقرأ الكثير من الكتب لهذا هذه السنة حددت أن أقرأ كل شهر كتابين لهذه الطريقة أستطيع أن أحدد ما الذي انتفعت منه وما الذي قرأته الصفحة التالية كانت موفيت ووتش أو برامج لأشاهدها اتبعت هذه السفحة السنة الماضية وكانت بالفعل مفيدة لأنها ساعدتني في تحديد ماذا أشاهد وما هي البرامج التي يفيدني في الصفحة التالية سأكتب البودكاست أهم البودكاست التي ساعدتني خلال هذه السنة ليس كلها أقتل مفيدة منها أما الصفحة التالية فهي صفحة حفظ القرآن عزمت العقد على أن أتدارى كما فاتني من الحفظ سأشرح لكم كيف يعمل هذا الجدول في الخطوط العمودية هناك أشهر السنة في الخطوط الأفقية أيام الأسبوع أو أيام الأشهر مثلا شهر أكتوبر ما يوازه هو اليوم رقم اليوم بهذه الطريقة أكون قد حددت اليوم الذي حفظت فيه أو لا الصفحة التالية هي باسم مريز أتبع صور بهذه النقاسات وألتقها على كل شهر من السنة لكي أحتفظ بأفضل أيام وأفضل الذكريات بالطبع الصفحتين التاليتين كانت إضافتين عن جورنا للسنة الماضية في الحقيقة ريدين ترايكر والسلوات كان جزءا من المونتي ترايكر لكن هذه السنة قررت أن أقوم به سنوي يشبه تماما جدول وحفظ القرآن لكن هذه المرات أقوم بقراءة مثلا صفحة 1 إلى 5 ألوينها بهذا اللون صفحة 20 إلى 21 ألوينها بهذا اللون وبالطبع الصلوات كيف تعمل الصلوات؟ إذ كانت صلوات واحدة في وقتها ألوين بهذا اللون خمس صلوات في وقتها ألوين بهذا اللون بهذه الطريقة أستطيع أن أتتبع كيف هو إنجازي وكيف هو تدارك للأخطاء والإهمال وبهذه الطريقة نكون أنهينا بوليت جورنال 2023 وننتقل إلى جورنال شهر يناير هذه الصفحة قمت بكتابة الشهر وتزيني عن طريق الكتب إلى غير ذلك وبالطبع استعملت أوراق الأشتار وهذا الهابت ترايكر متسبع العادة التي استعمله في العادة حاولت أن أكون مميزة هذه السنة وأقوم بألوان مفرحة وتناسب الدفتر وفي الصفحة الموالية من تخطيط الشهر يأتي لذين الموتشرايكر متتبع المزات سألون الكتب حسب اللون الذي مر به اليوم وفي الصفحة الثانية هناك الأسابيع والأيام أكتوبة فيها إذ كان هناك حدثا مهم أو شائع ما وبالطبع النوت في النوت سأحاول أن أكتب فيها ماذا صرفت هذا الشهر وماذا ادخلت وماذا أنجزت إلى غير ذلك وبهذه الطريقة نكون أنهينا جورنال 2023-2024 عفوا لم أعتد بعد على نطق 2024 لكن أتمنى أن تكون سنة خير علينا جميعا ولا تنسوا الدعاء لأهلنا في غزة والسودان واليمن وغير ذلك إن شاء الله تكون هذه سنة التحليل لفلسطين في النهاية أشكركم على مشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن يفيدكم ولو بقليل لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومتابعتي على صفحتي على الإنسجرام الرابط سيكون أسفل سندوق الوصف أشكركم كثيرا باي استودعتكم الضحف مهلا مهلا شاهدوا كواليس التصوير هذه أنا